اشتركوا في القناة يعني بحالة وجع شديد جدا على الكرة المصرية يمكن طبعا الظروف والأحداث اللي حصلت في الفترة الأخيرة الكيرف اللي بقى نازل بنا على كل المستوات القصة مش قصة كرة بس والله على الإطلاق حقيقة المشهد نفسه محتاج كلنا نوقف وقفة مع بعض يعني إذا كنا كلنا غضبانين كده وإذا كنا كلنا مستقين كده الكل في حاجة إلى مراجعة حساباته وأنا ثقة كبيرة جدا أنه في أسماء وفي قامات كبيرة جدا في مصر في كل مجال تقدر تنتشلنا تنتشلنا على الأقل مش تازم تبقى مشاركة بالفعل ولكنها على أقل تقدير قد تضع رؤية تحط الضوابط اللازمة لأنه احنا تحرك لقدام الكرة المصرية أو المشهد الرياضي في مصر يرجع إلى الخلف الحقيقة طيب بماتش النهاردة فرصة للجميع الحقيقة وطبعا فيه ظل غيابات كبيرة جدا للنادي الأهلي ما بين ملف مشاركة الدوليين مع المنتخباتهم أو ملف الإصابات أعتقدناها فرصة لزهور عدد من الوجوه اللي ما خدتش فرصة يمكن أو ظهرت في الفترة الأخيرة حتى على أقل ماتش الدفاع الجوي خلينا نروح لكريم أحمد بعد انتهاء المحاضرة الفنية اللي حضراتكم شفتوا العيبة يمكن على الهوى من داخل فندق الإقامة لسه خارجة من المحاضرة الفنية ماتش النهاردة الساعة 9 في الكاس الجديد لسه عندنا الكاس القديم ولسه عندنا السوبر الجديد وعندنا السوبر القديم خلينا نروح لكريم في الفندق الإقامة ونعرف منه أخبار الساعات الأخيرة ما قبل مباراة المصر بالسلوم إن شاء الله اللي هتقام على ملعب الأهل ويق السلام مساء الخير كريم مساء الخير عليك الزميل العزيز أحمد سبير كل التحيليك والكل مشاهدين وكل جمهور النادي الآلي في كل مكان هو الكاس الجديد بالتأكيد ويمكن لغة كبيرة جدا لكن لابد ان احنا نتعامل مع هذا الأمر ولابد لعبة النادي الآلي يكون في قمة تركزها الفترة القادمة تحديدا بداية إن شاء الله من مباراة اليوم مباراة الكاس يعني المفاجآت فيها بيكون كبيرة جدا لكن إن شاء الله للتحضيرات الجيدة جدا لكابتن سبي ومصان والجهاز الفني وكل العيبة النادي الآلي بمرورا طبعا بالمباراة الودية الأخيرة اللي استفاد بها النادي الآلي بالتأكيد على المستوى الفني والمستوى البدني ومدى تركيز اللاعبين المباراة الأخيرة بعيدا عن النتيجة لكن إن شاء الله الأمور تكون طيبة بالنسبة لفريق النادي الآلي المحاضرة الفنية انتهت منذ لحظات بسيطة جدا القرطوش الأخيرة والأمور الخاصة طبعا بيئة التشكيل الواجبات كل الأمور دي الحقيقة أتكلم فيها جهاز الفني مع العيبة النادي الآلي التركيز مهم جدا النهاردة في هذه المباراة الدوافع موجودة بالنسبة طبعا لفريق المصري بالسلوم وهم ما عندهم شي يعني مش هيبكوا على حاجة هيطلع كل اللي عندهم بلغة الكورة فيمكن المباراة بتزداد صعوبة في بطولة الكأس وده الأمر اللي احنا بنأكد عليه وأيضا كمان الجهاز الفني بيأكد على هذا الأمر لابد يكون في تركيز كبير لابد يكون في دخول نجاية جدا فيها المباراة المحاضرات الفيديو اللي أم بيها الكابتن سامي أمصان خلال الأيام الماضية يارب تكون مردودها كبير النهاردة فيها هذه المباراة الهامة جدا والمنتظر لكل جمهور النادي الآلي جمهور النادي الآلي منتظر يشوف لعبيه يمكن النادي الآلي الوحيد اللي ما بيتحسبش على الغيابات الغيابات عديدة جدا لكن احنا مطالبين في كل مرة ظهورنا يكون بشكل جيد وده قدر النادي الآلي أيضا كمان مع النتيجة بص كريم في نقطة الغيابات دي خليني 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 أقول لك أن في نقطة الغيابات دي طبعا الأهلي بيفتقد يمكن عرضه يمكن فرقتين بداعي المشاركة الدولية أو بداعي الإصابات لزاد عليهم يمكن حتى كمان وليد سليمان وعلي لطفي في فترة الأخيرة عرف علافة أنه أكرم كمان سافر قطر عشان يكمل البرنامج التأهيلي لكن أنا بشوف حتة إيجابية فيها دايما وإنها فرصة في أوقات كتير جدا الجمهور بيبقى مستني يشوف لعيب بعينه في أوقات كتيرة جدا بيبقى فيه لعيب راجع من إصابة ومحتاج يدخل يحط رجله في الملعب في مطش واثنين عشان يبتدي استعيد للاقة المطشات وانت عارف كويس قوي أنه التدريبات شيء وقصة وأنه المطشات حاجة تانية فأنا بشوف أنه اللقاء ده وكمان حطت أزود عليه اللقاء بتاع إستن كامبانيوم الأربع اللي جاء إن شاء الله فرصة كبيرة لجمهور أنه هو يشوف لعيبة الأهل اللي كان بينادي أو كان مستني أنه هو يشوفهم في الملعب فرصة كبيرة للعيبة اللي ما كانتش أو كانت في أوقات كتيرة جدا تبقى مستنيها الجهاز يمنحها حتى لو فرصة صغيرة مشاركة لمدة ربع ساعة نصف ساعة جزء من مباراة فرصة للعيبة اللي رجع من إصابات ومش واخدها المساحة أو مش واخدها حقها في أنها تنزل في مطشات رسمية وتحط رجلها في الملعب فالجميع النهاردة فكرة الوين وين سيتيشن موجودة في مطش النهاردة وهتكون موجودة كمان في مطش إستن كامباني والفرصة الأكبر بقى ليش أنا طولت هسمع منك والفرصة الأكبر إنه دي أول مباراة رسمية بيظهر فيها النادي الأهلي بعد نهاية دولة الأبطال ففي فرصة نقول حاجة لجمهور النادي الأهلي بالتأكيد طبعا زميلي أحمد يا نقطة مهمة جدا الفرصة النهاردة مهمة للجميع وأيضا كمان حتى للعيبة اللي طلع مثال زياد وأشرف وكل اللعيبة طبعا اللي مدعمة في قائمة اليوم نهاردة فرصة كبيرة جدا ومع بالتأكيد طبعا مباراة إستران كامباني احنا هنلعب هنلعب المبارايتين دولة بدون الدوليين السكواد اللي معنا هو اللي احنا نقدر نختار منه الحداشر المتواجدين نهاردة إن شاء الله في مباراة اليوم ومنها للمباراة إستران كامباني فيارب إن شاء الله كل اللعيبة النهاردة اللي هتاخد فرصة لابد يكون لها ظهور جاية جدا لابد يكون في حماس كبير وجدية كبيرة جدا مهما كان مكانك أو توظيفك مش المكان اللي انت بيكون متواجد فيه لكن هو ده القدر وهي دي الظروف المتاح على فريق النادي الأهلي فلابد النهاردة إن شاء الله اللعيبة تستغل هذه الفرصة بشكل جاية جدا وجمهورنا أيضا كمان لابد يكون في دعم كبير جدا كعدته مع كل لعيبة النادي الأهلي على سبيل المثال يمكن أنت ذكرت علي لطفي في غيب النهاردة أيضا كمان وليد سليمان ففرصة كبيرة جدا النهاردة المصطفى شبير يكون متواجد بكل قوة الفرصة ما بتيجي الحقيقة المصطفى يمكن بيؤدي فيها أداء مميز جدا لكن التوفيق التوفيق لما بيكون مع حارس المرمع مع لعيبة النادي الأهلي مع الجهاز الفاني الأمور بتختلف بشكل كبير جدا فيارب إن شاء الله نهاردة كل لعيب يكون متواجد نهاردة يمسك في فرصة المتواجدة فيها في أدية المباراة يكون النهاردة موفق يا رب ويا رب إن شاء الله الظروف والمناخ والطقس والتحضير وكل الأمور دي يا رب إن شاء الله يكون مردودها كبير جدا في تسعين ديئة والموجودين كلهم يا كريم نجوم يعني الحقيقة أوراق الأهلي الربحة كتير قوي موجودة مع الفريق النهاردة عبدالقادر طاهر شريف حسين الشحات يعني لكن يمكن خلينا سألك أكتر شحات متواجد كبير باللعيب أنا عارف طبعا ممكن سألك أكتر على مين اللي تتوقع أنه يكون موجود النهاردة في تشكيل تهلي مثلا يعني لو كلمنا على خط الظهر مين الأقرب أنت طبعا متابع الفريق ونتابع التمرينات للفترة الأخيرة تشكيلة الأهلي الأعرب لأنها تبتدي مطش النهاردة يعني طبعا من خلال التحضيرات الأخيرة يعني ممكن نقدر نقول الأقرب بشكل كبير جدا هو التشكيل الخاص بمبارات الدفاع الجوي إن لم يكن لعب أو اتنين يعني مش عايزين نذكر أزمال إن انت المتغيرات كثيرة جدا في هذا الأمر يعني ممكن اللعيب يكون في المحاضرة بيشكي من أي شيء ممكن يكون محطوط في القائمة لكن بشكل عام يعني أخط الظهر خلاص ما يدارش نقول غير كريم فؤاد محمد دهاني رامي ربيعة محمود وحيد في المنتصف شفنا أحمد نبيل كوكا بجنبه محمد محمود شفنا أيضا كمان زياد طارق وشريف وحسام حسن لكن نهاردة ممكن نشوف طاهر ممكن نشوف حسين الشحات فممكن يكون في أضيق الحدود لكن الشكل العام والقوام الأساسي مش هيخرج بشكل كبير جدا من مبارات الدفاع طبعا الأخيرة لكن زي ما انت أكدت يا أحمد أي 11 يكونوا متواجدين يا رب إن شاء الله يكونوا موفقين الأمر إن شاء الله النهاردة يكون موفق لعيبة النادي الآلي وخطوة كوم مهمة يا رب إن شاء الله ومن خلالها نقدر نتأهل لدور على 16 من بطول التكاس مصري بالجدية المعروفة على عيبة النادي الآلي وبالأداء المميز من الجهاز الفني الخاص بفريق كريم بشكرك شكرا جزيلا كل التوفيق لرجالتنا ويمكن الحقيقة يمكن تصربت وأنا يمكن اتكلمت في ده قبل كده زي بشكر طبعا زميل عزيز كريم أحمد على